يواصل محافظ القليبية عبد الحميد الهجان جولاته الميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 770 مشروع بتكلفة حوالي 7 مليارات جنيها تأتي جولة المحافظ بهدف متبعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ وتدليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه هذا وأكد المحافظ على أهمية مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات